الأهلي الذي خذ لنا والحقيقة أنه فعلاً إحنا كان عندنا فرصة كبيرة جداً في الشوط الأولاني سيطرة على الملعب سيطرة على اللعب بنوصل لكن ليه ما بنقدرش نحرز هدف ليه بنضيع هو ده السؤال اللي أنا عايز أسأله لأنه الحقيقة أنه إحنا خذلنا في الشوط الأولاني رجعنا بقى دخلنا الشوط التاني خلاص فخذنا السيطرة مجهود بدني ضعف جداً عن الشوط الأولاني هم التانيين فجون الموضوع انتهى فالحقيقة أن قصة الأهلي نفس سيناريو تضيع الأهداف وحتى في المباراة السابقة مع الاتحاد قلنا أن فيه أهداف بتضيع فيه أهداف بتضيع عندنا مشكلة في التهديف عندنا مشكلة في رأس الحرب عندنا مشكلة في السترايكر الأهلي خذلنا النهاردة الحقيقة صحيح أن احنا هنلعب على التالت والرابع بس كانت قدامنا غالباً الفرصة الوحيدة الأخيرة أن احنا نوصل للنهاي ليه؟ لأنه هذه النسخة من كاس العالم الأندية خلصت خلاص اللي هي سبع فرق احنا عندنا السنة الجاية حيبقى فيه تورنمنت كده مؤهلة للنسخة الجديدة اللي هتبقى السنة اللي بعدها اللي هي فيها 32 فرقة منها 12 فرقة أوروبية انسى بقى انسى بقى أنك توصل للنهاي يعني هتلعب قدام تشالسي ولا هتلعب قدام سيتي ولا هتلعب قدام ريال مادريل ومدريد ولا هتلعب قدام بايرل ميونو هتلعب قدام مين؟ خلاص انت كانت فرصتك النهاء الأخيرة انك توصل للنهاي عندي فرق عربية وصلت للنهاي وفرق إفريقية يعني مازنبي الكنغولي وصل العين الإماراتي وصل الهلال وصل السنة اللي فاتت الرجاء وصل انت الأهلي كان لازم توصل أخطاء فردية بلا داعي أخطاء حنسمع بقى من الأساتزة كابتن تامر سقر المحلل الأداء الفني في قنوات On Time Sports وأسر حسين محلل الرياضي